رسالة من أحد خطباء المنبر من العراق يقول في رسالته هكذا أورد الدكتور الشيخ علي المياحي في محاضرة له أن الإمام زين العابدين عليه السلام قاتل يوم عاشوراء وأصيب بجراح في الحملة الأولى لكن المتعارف عليه أنه لم يرد نص تأريخي على ذلك خصوصا في كتب المقاتل أو مقاتل الطالبيين أو غيرها وأنه تمرض في اليوم الذي ورد في كربلاء هذا هو نص السؤال الذي ورد في الرسالة هذه أنا لا أدري ما الذي قاله علي المياحي في كلامه لكنني سأجيب على سؤال السائل بخصوص موقف إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهل اشترك في القتال يوم عاشوراء ما عندنا من أحاديث المعصومين وما عندنا من معطيات في أجواء العترة الطاهرة فإن الإمام السجاد كان مريضاً إلى حد بعيد وشديد جداً لا نستطيع أن نتصور أنه يقاتل ويشترك في الحر هذا هو الواضح والبين والصريح في المعطيات المتوفرة لدينا هناك مخطوطة نشرتها مجلة تراثنا مجلة تراثنا مجلة فصلية تصدر عن مؤسسة آل البيت في مدينة قوم المقدسة في العدد الثاني من السنة الأولى خريف ألف أربعمية وستة للهجرة في سنوات ماضية العدد الثاني السنة الأولى خريف ألف أربعمية وستة للهجرة إنها نشرة فصلية مجلة فصلية عنوانها تراثنا تصدر عن مؤسسة آل البيت في مدينة قوم المقدسة مخطوطة عنوانها تسمية من قتل مع الحسين عليه السلام من ولده وأخوته وأهل بيته وشيعته هذه المخطوطة للفضيل ابن الزبير الكوفي الأسدي من أصحاب إمامنا الباقر والصادق قام بتحقيقها قام بتحقيقها محمد رضا الحسين بحسب المجلة في الصفحة الخمسين بعد المئة جاء في هذه المخطوطة وكان وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلا هذا الأمر نعرفه جميعا وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلا وارتث يومئذ كلمة ارتث يعني أنه دخل المعركة وقاتل حتى جرح جراحات كثيرة حتى قارب الموت في قتاله هذا معنى ارتث يقال للرجل الذي يشترك في الحرب ويقاتل ويجرح بجراحات كثيرة وشديدة حتى يقع على الأرض ولا يستطيع النهوط وهو قد قارب الموت فيأتون لحمله يقال لهذا الرجل بأنه رجل مرتث وفلان ارتث بالجراحة أي أن جراحته عميقة وشديدة جدا إنه قريب من الموت هذا الكلام لم يكن منقولا عن أئمتنا صاحب المخطوطة وإن كان من أصحاب الأئمة فإنه قد يكون نقل الكلام عن أشخاص آخرين لم يقل من أن الإمام المعصوم هو الذي قال هذا الكلام وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلا وارتث يومئذ ارتث يومئذ يعني أنه قاتل وأصيب بجراحات عميقة هذا الكلام ليس منطقيا ليس منطقيا أبدا لأنهم حينما دخلوا إلى الخيمة أرادوا قتل الإمام السجاد لكنهم وجدوه في حالة مرض شديد لو كان قد قاتل في المعركة وجرح في المعركة لقتلوه حينما دخلوا عليه في الخيمة هذا الكلام ليس دقيقا فيبدو أن المتحدث الذي أشار إليه السائل اعتمد على هذا الكلام لأنني لا أعرف مصدرا آخر تحدث عن أن الإمام السجاد صلوات الله عليه قد اشترك في المعركة هذا المصدر الوحيد الذي أعرفه وكان علي بن الحسين عليه السلام عليلا وارتث يومئذ وقد حضر بعض القتال فدفع الله عن هذا الكلام بحسب ما جاء في هذه المخطوط الذين يعتمدون على هذا الكلام يعتقدون أن الإمام السجاد قد اشترك في المعركة وقاتل الواضح عندنا في النصوص والمعطيات المتوفرة في أجواء في أجواء العترة الطاهرة من أن الإمام السجاد قبل الوصول إلى كربلاء لم يكن مريضا ما إن وصل إلى كربلاء حتى أصيب بمرض وهذا المرض كان شديدا والمرض لم يكن مرضا اعتياديا هذه قضية أمنية هذه قضية أمنية قضية إعجازية من دون سبب الإمام السجاد صار مريضا وهناك شيء آخر لا يشار إليه هذا المرض جعل أعداء الإمام ينظرون إليه وكأنه غلام صغير مع أن الإمام كان كبير السن ابن شهر آشوب في المناقب يقول من أن عمر الإمام السجاد كان في الثلاثين أنا لا أقبل هذا الكلام لأن المعروف أن الإمام السجاد ولد في السنة الثامنة والثلاثين للهجرة هناك من يقول بأنه ولد قبل هذا التأريخ ولذا فإن ابن شهر آشوب الماز دراني يقول من أن عمر الإمام السجاد في كربلاء كان في الثلاثين الإمام الإمام كان عمره ما بين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين لم يكن صغيرا ولكن القوم كانوا ينظرون إليه على أنه غلام صغير المرض كان حادثا إعجازيا لأجل حماية الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا الإرشاد إرشاد المفيد وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير إنها الطبعة الأولى ألف أربعمية وثمانية وعشرين هجري قمري قموا المقدسة صفحة ثلاثمية واحد وخمسين حمايد ابن مسلم المفيد ينقل عن وهو ممن حضر في الواقعة ومن جيش يزيد لعنة الله عليه هو يقول ثم انتهينا إلى علي بن الحسين وهو منبسط على فراش وهو شديد المرض يبدو أن وقت أذان النجفي قد حان نذهب إلى فاصلي الأذان النجفي وبعد الفاصلي أعود إليكم حياكم الله قبل الفاصلي كنت بدأت قراءة ما نقل المفيد عن حميد بن مسلم من أعوان بني أمية يقول ثم انتهينا إلى علي بن الحسين هذا في يوم عاشوراء بعد مقتل سيد الشهداء ثم انتهينا إلى علي بن الحسين وهو منبسط على فراش وهو شديد المرض ومع شمر جماعة من الرجال فقالوا له ألا نقتل هذا العليل لو كان جريحا لقالوا له ألا نقتل هذا الجريح وليس العليل ألا نقتل هذا العليل فقلت حميد يقول سبحان الله أيقتل الصبيان الإمام كان في العشرينات من عمره لكنهم كانوا ينظرون إليه بسبب الحالة المرضية الشديدة التي طرأت عليه وغيرت أحواله كما قلت لكم قبل قليل إنها حالة إعجازية فقلت سبحان الله أن يقتل الصبيان إنما هو صبي وإنه لما به لما به من مرض فاتركوه فلم أزل حتى رددتهم عنه وجاء عمر بن سعد فصاح النساء في وجهه وبكين فقال لأصحابه لا يدخل أحد منكم بيوت هؤلاء النسوة ولا تعرض لهذا الغلام المريض فكانوا ينظرون إليه على أنه غلام صغير هذه حالة إعجازية وبقي الحال هو هكذا لما ذهبوا به إلى الكوف ولما ذهبوا به إلى الشام الإمام الإمام كان مريضا لكن المرض لم يكن اعتياديا إنها حالة إعجازية بنحو مباشر وسريع تغير شكله وحاله حتى صار هذا المرض وهذا الحال سببا لدفع القتل عنه فليس هناك في المعطيات التي عندنا في الروايات في الزيارات في الأحاديث من أن الإمام قد اشترك في القتال إلا هذا الذي ذكرته من هذه المخطوطة التي نشرتها مجلة تراثنا سنة 1406 للهجرة